إذن ما هيش قصة كبري إهاب أمين مش دا الموضوع يعني كبري إهاب أمين أولاً دي في الثانية الأخيرة يا أستاذ إبراهيم عندنا ضروري الكلام اللي نعرضه كبري إهاب أمين دي في عرف كرة السلة إهانة ولا مهارة ولا يعني تعتبر سلوك غير رياضي حنجلها حنجلها لكنه شايفين محاولات الاعتداء أول ما بدأت محاولة الاعتداء على إهاب أمين بعد الكرة مباشرة وبعد كده يختلط الحبل بالنابل للاعتداء على كل لعبة النادي الآل طيب مين اللي بيرم الأزايز؟ وعلى حتى رجال الأمن مين اللي بيرم الأزايز؟ حاجة غريبة ولعبة الآل هي اللي بتهدي يعني أنت هتلاحظ في كل اللقطات اللعبة أهل وكراسة رامت منين؟ اتفضل اه اتفضل اهو ولا أخدوا عقوبات شوفوا أنا عايز أعرف هو أحمد سالم لعب النادي الآل خد 30 ألف جنيدة عقوبته لنرفع كرسي كرسي رجع عشر كراسة راموا عليهم اهي وراحوا إشاراتنا بها للجماهير لا 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 يا كابتن محمد عبد المطلب الذي يقدرك كثيرا كنت موجودا وكنت شاهدا ما ينفعشي إن العقوبة تطلع بالمنظر ده أبدا أبدا اشتركوا في القناة